أعلنت وزارة الخارجية الليبيا رفض حكومة الوحدة الوطنية قرار رئاسة المصرية ترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد واعتبرت الخارجية الليبيا في بيان لها أن القرار المصري غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد ويمثل انتهاكاً للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا غير عادل ويشكل انتهاكاً للمياه الإقليمية هكذا علقت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على القرار المصري بترسيم الحدود الغربية في البحر المتوسط إعلان من جانب واحد أصدره الرئيس المصري ونشرته حكومته في جريدتها الرسمية اعتبرت خارجية طرابلس بأنه لا يراعي مبدأ المساواة بين الطرفين وحثت القاهرة على استدراكه بمحادثات تجنح إلى تسوية سلمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ياتي لتعزيز رغبة القاهرة في التوسع نحو عمليات التنقيب عن الطاقة والاستفادة من ثروات الغاز المتاحة في شرق المتوسط في ظل توتر بين عدد من دول المنطقة كما ياتي القرار المصري الوحادي بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا بعد اتفاقيات ترسيم حدود مصر البحرية مع السعودية عام 2016 ومع اليونان عام 2020 وقبلها مع قبرص ما أتاح لها تشغيل حق الظهر للغاز الطبيعي ومكنها من تحسيل 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء بحسب تصريح الرئيس المصري في مؤتمر اقتصادي أكتوبر الماضي خطوة سبقتها تركيا بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في نوفمبر 2019 تبعتها اتفاقية للتنقيب عن الغاز في السواحل الليبية اجراءات قانونية تسعى القوى الاقليمية الى الاستناد عليها لتمكينها من مورد اقتصادي هام تحتضنه مياه المتوسط في الوقت الذي تشكل فيه ليبيا بوضعها السياسي والميداني الهش اضعف قطعة على رقعة التجاذبات المنطقة ولمزيد من التفصيل حول ردة الفعل الليبية من طرابلس ينضم الينا مراسل تلفزيون العربي عبد الناصر خالد عبد الناصر اضافة الى ما اعتبرته حكومة الوحدة الوطنية بان هذه الخطوة المصرية او حادية الجانب غير عادلة بالنسبة للليبيين وحث القاهرة على محادثات متشاركة بين الطرفين التفاصيل في هذا وهل تبين كيف ستتعاطى حكومة الوحدة مع هذا الامر عبر خطوات عملية نعم ديما ربما نبدأ بداية بردود الفعل لا ردود فعل الى حد هذه اللحظة فيما يتعلق بالخطوة المصرية المتضمنة ترسيم حدودها مع ليبيا في المنطقة البحرية المتنازع عليها باستثناء فقط البيانين اليتيمين الصادرين عن حكومة الوحدة الوطنية من جهة وايضا حكومة الحكومة الليبية من طرف البرلمان من جهة اخرى وان كان ربما بيان الحكومة دبيبا كان اشد تعبيرا عن رفض هذه الخطوة وذهب الى ابعد من ذلك بانه ربما سيتجع الى محكمة العدل الدولية للفصل في هذا النزاع لكن ماذا عن الخطوات المقبلة لا احد يعلم ما ستقدم عليه سواء حكومة عبد الحميد البيبا هنا في درابلس او تلك الموجودة في مدينة السرد فيما يتعلق باستمرار الحكومة المصرية في ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا لكن التخوف ربما في الاوساط السياسية والشعبية من امرين هناك اولا احباط شعبي وسياسي يعم الجميع من ما آلت اليه الظروف والخلافات السياسية في ليبيا وادت الى اقتسام حقوقها من الثروات من اطراف ودول اخرى وهناك ايضا قلق من مسألتنا اذا فعليا استمرت الدول في ترسيم حدودها بعيدا عن ليبيا ماذا ستفعل ليبيا وماذا عن العلاقات التي ستجمع ما بين ليبيا وهذه الدول كما نعلم هناك علاقات متوترة ما بين ليبيا من جهة وما بين اليونان من جهة اخرى لكن ماذا عن العلاقات المصرية والليبية هل ستتوتر وبالتالي ربما تشهد نقلات جديدة وهناك ايضا تخوف من مسألة ان تكون لهذه التوترات تداعيات على الخلافات الداخلية خاصة وأن الجميع يعلم بأن مصر هي من الدول على ذكر الخلافات الداخلية عبد الناصر وبالتالي ستؤثر على مصر لافت أن رطة الفعل الليبيان قسمت ما بين بيان حكومة الوحدة الليبية حكومة الدبيبة وحكومة البرلمان وتعني هنا حكومة باشغة فالتقاطع بين البيانين كيف يبدو وهل من الممكن أن يخرج عن هذا التقاطع شيئما لم أفهم السؤال جيدا ديما لكن ربما تتحدثين عن سيغة البيانين الصادرين عن الحكومتين فيما يتعلق بالبيان الصادر عن حكومة باشغة كان أقل حدة لم يتحدث بشكل كبير عن مسألة إذا ما مضت مصر فعليا في هذا الإجراء بأنها ستتجه إلى مثلا محكمة أو منظمات دولية فقد اكتفت بأن هذا الإجراء إجراء أوحادي ويجب التنسيق مع الجانب الليبي في هذا الجانب لكن بيان حكومة الدبيبة كان الأشد بأنها ستتجه إلى المنظمات الدولية والمحكمة العدل للفصل في هذا الجانب لكن هناك كما قلت تخوف سياسي وشعبي من أن أولا الانقسام ما بين الحكومتين سيؤثر على حقوق ليبيا في مجال النفط هذا من جهة كذلك مسألة أن هذا الانقسام ودعم طرف الدول لطرف دون طرف سيؤثر بطبيعة الحال على اقتسام أولا المنطقة البحرية الاقتصادية ثانيا تأثير ذلك قد يكون جليا على مزيد من الخلافات ما بين الأطراف الليبية وإشعال الداخل الليبي بمزيد من الأزمات حتى يمكن الامفراد بالمنطقة البحرية بشكل أكبر ديما شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من طرابلس مراسل تلفزيون العربي عبد الناصر خالد نستفسر عن الموضوع من وجهة نظر القاهرة مع الصحفي مجدي عبد الحميد تحياتي أستاذ مجدي هل أو لماذا بالأحرى القاهرة مضت بهذه الخطوة وحادية الجانب برغم ردود الفعل التي جاءت من جهتين في ليبيا وإن كانت اختلفت اللهجة والحدة مساء الخير على اليكي مساء الخير على جميع أستاذ المشاهدين الحقيقة هذه الخطوة المسمى بالخطوة المنفردة من جانب واحد فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر هي خطوة ربما يكون لها ما يبررها من الجانب المصري وأنا حاول هنا هو تلحقيقة أنا أتفاهم جيدا موقف الحكومتين أو البيانين الحكومين الليبيين قادر أتفاهمهم جيدا ولكن يجب أن نضع موقف مصر أيضا في الأتبار إذا نظرنا إلى أن منطقة شرق المتوسط هي المنطقة المتنازع عليها منذ حوالي أكثر من عشر سنوات باعتبارها هي المنطقة الأغنى بالغاز الطبيعي ومستقبل الطاقة للعالم يأتي من هذه المنطقة صارعت كميع الدول المحيطة في منطقة شرق المتوسط بعمل اتفاقيات لترسيم الحدود مثل ما رأينا بين إسرائيل ولبنان ومثل ما رأينا بين ليبيا وتركيا حصل اتفاقية لترسيم الحدود هناك العديد من الشركات العالمية التي تبحث وتنقب عن الغاز في المنطقة الخاصة بشرق المتوسط وهو ما يثير الريبة وما يثير الضياع لصروات هذه المنطقة ولأصحاب هذه المنطقة إن مصر تأخذ هذه الخطوة من وجهة نظري لكي تأخذ نوع من أنواع الخطوات الاستباقية لتحديد حدودها ومعرفة ما الذي تضع يدها عليه حتى إذا اضطربت الشركات العالمية من هذه المنطقة مفهوم وضحت هذه النقطة أستاذ مجدي ولكن دعني أستغسر أكثر عن حيثياتها حضرتك ذكرت بأن اتفاقية ترسيم الحدود تجري بين طرفين دعني أسأل السؤال وتفضل بالإجابة بين لبنان وإسرائيل ليبيا وتركيا الإجراء المصري هو أحادي أجل سأكمل الجواب أستاذ مجدي وأدع لك المجال للإجابة من فضلك دعني أسأل السؤال الإجراء المصري أحادي الجانب ولكنه أولي لأنه بحاجة لأن تتم هناك اتفاقية بين القاهرة وطرابلس أي الجانب المصري والجانب الليبي وهناك من يذهب أيضا إلا أنه يحتاج إلى اتفاقية أخرى ما بين مصر وتركيا ليصبح ترسيما للحدود صحيح تفضل صحيح سأحاول أن أشرح لك في كلمات بسيطة أعتقد أتصور أن هذه الخطوة من الجانب المصري هي خطوة استباقية لوضع الحدود كما يراها المجتمع الدولي وأمامنا خطوات أخرى لاحقة وليست سابقة الخطوات اللاحقة تتعلق باللجوء إلى المحكمة الدولية كما أقلت بيان الحكومة أو محاولة الجلوس على طاولة المفاوضات والتفاوض بشأن ما تم من اتخاذ من خطوات ولكن أتصور أن الحكومة المصرية سعت لأن تضع يدها على ما تراه حقوقا لها وتجلس لتتفاوض مع أصحاب الشأن سواء الليبيين أو غير الليبيين ولا ننسى أن الوضع الليبي هو وضع حاليا ملتبس هناك العديد من القوى التي تتصارع فيه على الأراضي الليبية نفسها هناك الأتراك هناك قوات أجنبية على الأراضي الليبية وهناك حكومات يعترف البعض بها والبعض الآخر لا يعترف يتعامل معها البعض ولا يتعامل معها البعض الآخر إذن على الحكومة المصرية أتصور ذلك أن تحدد حقوقها أين ثم نجلس ونتفاوض لا أعتقد أن الحكومة المصرية تسعى إلى غبن الشعب الليبي حقوقه ولا أتصور أن تسعى إلى الاعتداء على الحقوق الدولية سواء لها أو لأي طرف آخر ولكن أنا أتصور أن هذه الخطوة هي خطوة استباقية من النظام المصري لحماية حقوق مصر ثم الجلوس على طاولة المفاوضات مع الأطراف المعنية أصحاب الشعب وأعتقد أن هذا يجوز وقائم ومن الممكن أن نصل فيه إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف تفاهمات تكون عادلة للجميع وتحافظ على الحقوق وعلى ثروات الشعوب أصحاب الحق في المنطقة ولا ننسى أن هناك قوة وأطراف دولية كثيرة تتصابق وتتصارع على شرق المتوسط بإجراء تحالفات مع أطرافه وكياناته المختلفة علينا أن نكون حذرين ونحن نخطو خطواتنا في هذا الاتجاه أشكرك على هذه القراءة ضيفنا من العاصمة المصرية مجدي عبد الحميد